النادي الاهلي خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم وطلب من الاتحاد المصري التصعيد الى الفيفا حول ملعب المباراة والنادي الاهلي طلب النادي الاهلي من الاتحاد المصري لكرة القدم التقدم وبشكل عاجل بطلب للاتحاد الافريقي لاستضافة المباراة النهائية لدور الابطال استنادا الى انسحاب السنغال من سباق التنظيم وهو ما كان يجب الإعلان عنه منذ فترة عملا بمبدأ الشفافية حتى يتقدم آخرون بدلا منها لكن لم يحدث حتى جاء قرار كاف بإسناد تنظيم المباراة لملعب عينه بوصفه العرض الوحيد ويصبح للعام التاني على التوالي يصديف هذا الملعب ذات الحدث وهو ما يخالف العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية الأربعة التي تتنافس في الدور قبل النهائي للبطولة إثبات نادي بعينه هو المستفيد دون غيره من قرار الاتحاد الإفريقي ويلعب النهائي حالة أهله على ملعبه وسط جماهيره وذلك تنافى مع قواعد اللعب النظيف تأتي هذه المطالبة للاتحاد البصري من جانب النادي الأهلي وهو الذي لم يتم التواصل معه ولا حديث مع مسؤوليه من أي جهة في هذا الشأن عند تقديم الاتحادات الأهلية المنوطة بذلك لطلبات الاصطدافة للمباراة النهائية لدور رابطة الأبطال وفي ذات الخطاب جدد الأهلي طلبه السابق بسرعة موافاة النادي بنسخة مصورة من كافة المكتبات الصادرة والواردة من وإلى الاتحاد المصري من الاتحاد الإفريقي بخصوص تنظيم المباراة المشار إليها وشدد الأهلي على ضرورة مساندته في هذا الأمر وإمداده بكافة المساندات بما فيها الخطابات التي أرسلها اتحاد الكرة وطلب فيها إقامة المباراة النهائية على ملعب محايد وكذلك الخطابات التي تلقاها الاتحاد من كاف عند إعلانه عن بدء تقديم الاتحادات الأهلية لتنظيم نهائي دور الأبطال وشروط التقدم وذلك الاستعانة بكل هذه المساندات في الشكوى التي سوف يتقدم بها النادي الأهلي المحكمة الرياضية الدولية خلال الساعات القليلة القادمة